اشتركوا في القناة واشد جلالة الملك المفدى بمناقب الراحل واسهاماته في تعزيز المسيرة الاقتصادية والتجارية في البلاد ومبادرته في مجال العمل الانساني والخيري واكد ان جلالتهن الوجيه قاسم فخره هو احد رجالات البحرين المخلصين الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم كما شد العاهل المفدى بدور عائلة فخره وباسهاماتها المتواصلة في الانشطة والمشاريع التجارية والاستثمارية والتي شكلت رافدا حيويا لتنمية الاقتصادية في المملكة وقد عرب افراد العائلة عن عميق شكرهم وبالغ امتنانهم لصاحب الجلالة على مشاعر جلالته الكريمة ومؤساته الصادقة في فقيدهم الوجيه قاسم محمد فخره رحمه الله التي تعكس حرص جلالته على التواصل مع ابناء البحرين في مختلف المناسبات سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الملك المفدى ويرعاه ويمتعه بمنفور الصحة والسعادة وأن يبقيه ذخرا وسندا للبحرين وشعبها لمواصلة مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها المملكة في عهد جلالته الزهرة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة